حاجات اللي هي بيتم إدمانها عشان نوضح لمشاهدين نوضح لشبابنا وأطفالنا للأسف في الأطفال تحت العشر سنين بدأوا يتجهوا للحشيش عايزين ناخدها واحدة واحدة لستروكس عايزك توضح تأثير هذا الشيء العجيب على الشباب لأنه أحيانا أنا أقول لك جرب فإيه ده حلوه أنت مش راجل ولا إيه عايزك تعرف الشباب ده بيوصل لمرحلة إيه يعني هو إحنا دايماً بنقول إحنا مش بنتكلم عن الإدمان يعني بنتكلم على سوء استخدام العقاقير اللي حولينا إحنا محدش مننا بروح في مطعم يطلب واجبة بيضة إحنا لما بروح نجرب حاجة ده سم معروف أنه سم وأضراره المؤقتة وطويلة المفعول وقصيرة المفعول هائلة والناس بتشوف بنفسها الستروكس وإزاي بيعمل ويمكن الناس تدولت بعض الفيديوهات زي الزومبي ناس بتتمرمط العدوان العناف العنيف بيخبطوا رأسهم في الحيطة حاجات عجيبة والفشل الدراسي المباشر والعنف اللي بيعملوا مع حياتهم يعني الانهيار بيحصل بسرعة جدا في العكس بعض الأحيان ناس تعتقد أن الحشيش ما بيعملش مشاكل لا الحشيش أخطر مادة سمة وعشان كده الجسم أول ما الواحد بياخدها بيخزنها تحت الجلد لأن ديت منطقة ما فيش فيها شعيرات دموية كتيرة فما يطلعش على الدم غير بالراحة فبيعمل تأثير عقلان اجتماعي طويل المدى من اللام وبلاء وعدم الاكتراس وإحنا اللي دهنا الهوادوكو والدرسة بتاعته يا سيدي آخر السنة بأذاكر يعني بتعمل انهيار طويل طويل المدى وبعدين بتعمل هي بتقعد في الجسم من مدة شهر ودي الخطرة بتاعتها الحشيش يقعد شهر يقعد شهر في الجسم تحت تأثيره وبعدين ينسى أنه هو مثلا يحصل حاجة يبتدي أنه يجي له حالة اكتئاب يرجع ياخد يحصل لاخبطة وفي الدراسة بتاعته علاقاته الاجتماعية بيرجعي كل حاجة بتبقى في حياته استياء زي أنمم كل حاجة كل حاجة وحشة خرجنا خروجة بوحشة مش حلوة المدرسة وحشة المجتمع وحش وانت عارفة أن احنا على النت فيه مجموعات يعني ايه بتتبادل الكلمات علشان تكسر في مأديف الشعب المصري احنا محتاجين من أنفسنا ان احنا نعرف ونعلم أولادنا أنه تدخين أول الخط مشكلة كبرى الأب اللي بدخن في البيت أو الأم اللي بدخن في البيت هي اخترت دي الابن اخترت حاجة تانية هو حر دي مصيبة كبرى فالنموذج اللي موجود في البيت لازم يكون نموذج نقي تماما علشان يبقى مفيش يعني ايه لأن الأب اللي يبقى في البيت ودخن سجارة ويجي الطفل ياخد سجارة يقول بس عيب يا ولد يالي الحياة طب ما مش هيصدقه ما هو بابا الحياة أنا مش مصدقة فياخد سجارة واستخبها تحت السرير وياخدها وممكن يعمل ولا وبعد كده ينزل بقى وبعد كده خلاص يبتدى أنه هو ياخدها فطالما المنطق أنه ممكن واحد ياخد حاجة غايب العقل شوية بقت مشكلة كبرى وده من هنا بقت مشكلة خاصة أن الأسر الأب والأم بقوا منشغلين إن شاءال واسع في اللقمة العيش فتبص تلاقي أنه الساعات اللي بيعضوها في البيت بيكونوا فيه إجهات شديد توتر الحياة عندهم صعبة فمبقاش فيه التواصل فالطفل بيلاقي التواصل بتاعه مع آخرين على النت أو آخرين في الشارع وهو بالنسبة للناس اللي في الشارع ده فسوخ يعني فرخة بكيش يا جيجو بتاعه اقبطوا في بعضه بتاعه وتعالى يا حبيبي فبيلاقي التناقض ده بيخلق عنده الفصال عن المجتمع ترجمة نانسي قنقر